موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 نظام أكل طبيعي بيروح منك الكتلة العضلية اللي هي المحرك الرئيسي للتمثيل الغذائي والحرق زي اللفظ الدرج الحرق الأكل يعني فبالتالي لا احنا عايزين نظام غذائي متناسب نظام غذائي نتوقع فيه دايما انت يحسب خطتك الغذائية انت هتنزل قدية انا عايز انزل كيلو ونص في الاسبوع عايز انزل اتنين كيلو في الاسبوع بمجرد ما هتنزل خمسة كيلو شكلك بيضغير ما توقفش ما توقفش بقى سنة عشان تاخد الخطوة وتقول اه يعني انت لو انت حتى بتنزل كيلو في الاسبوع يعني اربعة كيلو لو انت سبت الدايت ما انت هتزدهم تامي لكن لو كملت الاسبوع الشهر اللي جاي اربعة خمسة كيلو كمان اللي بعده فوجدت انك خلصت الترجم بتاعك يعني في الثلاث شهور نزلت خمسة شهر ستاشر كيلو فبالتالي لازم نكون عارفين ان خلاص راح زمن الكميكال دايت راح زمن الدايتس اللي هي كلها فيها اعتمد على عنصر معين اعتمد على شئ معين عاوزين نعتمد على الاراضة بتاعتنا وتقليل كميات الاكل بما يتناسب مع شكلنا وتقول طيب عايزة اتكلم معك دكتور رحمد عن العوامل اللي بتؤدي ليه زيادة الوزن طبعا انا قلته في المقدمة الاكل برا طبعا طبعا احنا مشكلتنا في الاكل برا مش بس زيادة الوزن انت مشكلتك في الاكل برا ان مليانة دهون متحولة الدهون المتحولة او الترانسفاتس دي عارفة ما كانة بتعمل البطن والجناب والقرعاف اللي هي الدهون المهدرجة بالزبط كده دي دهون متحولة هي مش دهون هي بتاخدام الزيوت عشان رخصة التمن يحولها المضة صلبة فتبقى دهون فده طبعا بالنسبة لنا بيبقى حاجة صعبة طب ازاي زياد الوزن اكبر الاساسي ما توجعش دماغك الاسباب المرضية لزيادة الوزن قليلة انت زيادة الوزن سببها ان انت اكلت كتير الالة الالة دي محتاجة 20 لتر بنزين 20 لتر بنزين دول او نقلبها بسعرات حرارية 1500 سعر حرارية هتأكلها اكتر الباقي هيتخزن في صورة دول فلازم نتحكم في شهياتنا مفيش حاجة اسمها انقص الوزن مفيش حاجة اسمها انزول الوزن بدون ان انت تقلل من كميات الاكل سيمبلي لو بدون اي فلسفة لو انت شفت انت بتاكل قد ايه وقللت من كميات الاكل دي وزعتها على مدار اليوم هتنزل في الوزن كويس جدا في علاج الدوائي ليه بيكون سن معين ولا يمشي مع اي سن عادي احنا عادنا فترة عصر طويل جدا جدا العصور اللي فاتت دي كلها والازمينة اللي فاتت دي كلها احنا بنتكلم ان الادوية واصبحت اغلبها محرم دوليا فيها مواد بتشتغل عن طريق انقاص الوزن ان هي بتشتغل عن طريق المخ وانها تقلل الشهية بطريقة معينة ودي اتمنعت واغلب الادوية اللي موجودة في عالم التخصيص هي غير مصرح بها مزارة الصحة يدخلها كده وبالتالي مرفوضة مكتوب عليها دون 12 سنة او كبار السن ومرضى الضغط والقلب والسكر احنا مش عاوزين نتكلم في علاج دوائي لان احنا لازم نعترف ان احنا ارادتنا هي اللي هتحكم فينا يعني ما فيش نزول وزن حتى لو انت اخدت دواء نزلك لفترة بمجرد ما حتبطله هترجع تاني لوزنك بل انت هترجع اكتر من الاول بالضبط الحاجة الوحيدة اللي احنا بنتكلم فيها وبنقول ان هي بتساعد الى حد كبير جدا هي الالياف الغذائية او الالياف الطبعية دي مزيتها ان هي ما هيش دواء هي مستخلصة من خمس انواع من الالياف الغذائية متصنعة بهاي تكنولوجي مكوناتها كلها من الاتحاد الاوروبي مصرح بها منظمة الصحة ومنظمة الغذاء والدواء الامريكية فاذا انت ما عندكيش اي مشكلة ما انتش دواء يعني امنة 100% امنة 100% هي منطهة البساطة عارفة باللون المعدة هي تشبه باللون المعدة لان هي عبارة عن مادة عبارة عن الياف مادة بمجرد ما بتنتص المية او بتقليبيها في المية بتكون مادة جيلاتينية تشبه الزبادي كده مادة زاد قوام سميك يعني مجرد ما بتخش في المعدة بتملى المعدة الغرض من الفكرة كلها ان احنا نحسك بالشبع عشان ايه عشان تقلل كميات الاكل معانا تجربة ورها لك برضو نشوف الفرق بالزبط احنا معانا هنجيب كوبايتين كوبايتين دول بيمثلوا بالنسبة لنا المعدة تمام يعني احنا تخيل انا وانت كده ان من فوق هي المعدة من تحت هي الامعاء فبالتالي ده المصاري الجهاز الهاضي دي كوباية فيها مادة زيتية تشبه اي دهون احنا بناكلها في جسمنا والكوباية التانية عاوزة وريك دي بتختلط ايه بالمية دي اللي احنا بنحط فيها الكيس الالياب ده بنحط في المية ليه قدرة كبيرة جدا على متصاص المية وتكوين مادة زيت قوام سميك ليه انا عايزها زيت قوام سميك وصالب يا رانا عشان تخش المعدة توقف اه انا مش عايز حاجة تجري انا عايز حاجة تتحط في المعدة تفضل في المعدة شوية بالزبط اه تاخد شكل المعدة اي انا عايز احطها فتبقى الى حد ما لها قوام مرن شوية فبالتالي تروح تاخد حجم المعدة زي ما انت شايف احنا بنقلبها بتمتص المية وانت بتقلبي بتزداد لزوجة حتى مقاومة ايدك نفسها بتلاقيه في مقاومة في ايدك تمام اللزوجة دي بتخليها بعد كده حوريك قدية بيتصلبة بتروح تحط بتبقى موجودة في المعدة ونشرب وراكو يعني بعد ما نكون القوام ده حناكله زي الزبادي وعدين نشرب وراكو بايتين مية هي ليه قدرة على انها تاخد تمتص المية وتكبر في الحجم لحد ما تشغل تقريبا تلات تربع حجم المعدة زي ما انت شايفها المعلقة نفسها ما بتنزلش معنا كده هي كونت مادة سميكة مادة سميكة وتشبئ فيها صلابة شوية عشان هي بالتانيها موجودة في المعدة لمدة 15 ساعة بتسيب ربع حجم المعدة موجود يعني تروح تلات تربع المعدة مقفول والربع هو اللي موجود الكوباية التانية زي ما انت شايفها دي ازاي بيختلط الالياف بالمادة الزيتية او الدهون اللي ممكن نكون بناكلها وبالتالي بتغلفها وتاخدها وتنزل بيها نزولها لتحت ده بمعنى انها هتنزل على معا بدون امتصاص بدون امتصاص هي تاخد المادة الدهنية وتنزل بيها فانت يبقى انت عملتي شغلتي حجم كبير في المعدة تلات تربع حجم المعدة وبالتالي ما فيش عندك يعني مساحة كافية لانك تاكل كتير الحاجة التانية انك تخلصت من الدهون هنا طبعا احنا قلنا انا قلتلك ان في النهاية مفيش حاجة اسمها انقاس وزن بدون تقليل كمية الاكل يعني هو هنا لما الالياف تنزل معده وتاخد مساحة من معده تلات اربعة يعني هو هيكل ربع الكمية اللي كان بيأكلها بالضبط هنا بقى لو انا لو واحد جايلك بيأكل طبق رز عشرين معلقة رز لو انت يأكل خمس معالق كل اربع معالق خمس معالق مش هيقوم يجري ورايا بقى خلاص وقبل كده كان يقولك ازاي انا كده حموت وكان كثير جدا يجي يقولك انا بدوخ انا بتعب انا مش قادر ان انا اعمل اللي انت بتتكلم في ده مش قادر اعمله طب اذا كان هو ده السبيل الرئيسي ما انا مش هخسسك بعشرين معلقة رز اكي ولا بتبقى رز لازم تخس انك تقل كمية الاكل لان ربنا ما خلقكش انك تقل كمية دي كلها ربنا اصلا خلقنا احنا عاوزين نرجع الموضوع الى ما كان عليه فالالياف بتشغل حجم كبير في المعدة فانا بقدر ان انا اتحكم في شهيتك فاكتب اللي انا عايزه طبعا بما يتناسب معك احنا مش عايزين احنا مش بنقول حرمان اكل احنا عايزين ان اكل تقليل كمية الاكل كمية الاكل لان ربنا خلق الجسم وخلق له مادة خام تنشاطه طبعا ايه المادة الخام هي الاكل ربنا ما خلقش حاجة غير الاكل فبيتليها المحرك الرئيسي للتمسيل لغزاء الاكل فاحنا قلنا عهد الحرمان من الاكل لده انتهى لده انتهى خلاص فالالياف هنا هتشغل 3 تربع حجم المادة هتقعد في المعدة 15 ساعة فوجودها 15 ساعة ده بيخليكي طول الوقت حاسة بيحساس الشبع لان المعدة بتشعر بالشبع ازاي عن طريق التمدد انت المعدة المفروض ان ربنا خليها مثلا 700 ملي احنا خلناها 3 لتر اه طبعا مثلا بالضبط من قطر ما انت بتمليها فالمعدة 700 ملي او المعدة اللي هي لتر حتى بمجرد ما بتاكل كميات اكل معتادلة هي بتتمدد شوية فبتوصل رسالة الشبع للموقف فانت بتشبعك خلاص وده الاختلاف من بين كل واحد لذلك احنا دايما بيصعب علينا اللي بياكل انت عمالة بتنقويه هو غصب عنه هو لسه معدته عايز اكل تاني هو عنده مجال ومساحة فضية في معدته لازم تتملي عايزة تتملي فهو غصب عنه هو مش قادر يشبع فالالياف هنا هتملده وحتوصل رسالة الشبع فانت طول الوقت عندك شعور بحالة من الاشباع طيب جميل ده الناس اللي بتاكل كميات كبيرة ووزنها كبير طيب لو حد بيأكل مثلا كميات معقولة او ازيت شوية ووزنه زايد 7 كيلو 6 كيلو بتنفع معالقلي خلينا نتفق هو وزنه زايد 7 كيلو 6 كيلو ليه زود فرق نقطق بالضبط يبقى احنا متفقين ما تقعدش تلفوا الدور حولين نفسك اخترته على دماغك السبع كيلو هم ترقمات كم سنة انت اكلت فيهم زيادة عن حاجتك ممكن تكون حلويات ممكن تكون شوكلت ممكن تكون عصاير ممكن تكون فاكهة اكلت دا سي مشوية او ممكن تكونش اكلت دا اي حاجة هرانا الجسم هياخد اللي هو عايزه والباقي حيحوره لدهون فبالتالي اللي عاوز ينزل 6 7 كيلو هو مدرك تماما انه هو محتاج كنترول لبعض الوقت كنترول لبعض الوقت يقدر طبعا لو هو من الناس اللي بتاكل بالليل لو هو من الناس اللي بيحب طول اليوم يأكل اكلات فيها صورات حرية كتير زي الشوكلت وزي الكيك وزي الحاجات دي كلها يقدر ياخد الالياف فيشعر بحالة من الاجباع فما يعودش طول الوقت ايه يأكل فقدر يقدر برضو ياخدها طبعا طيب دكتور حنود احنا معانا استاذة مهة هتقول لنا عن تجربتها مع الالياف نعرف بقى هي كانت قد ايه ومزلت قد ايه أستاذ زماها أهلا بيك أهلا بيك يا حبيبتي قولي لي أستاذة زماها الالياف استخدمتها من امتى يعني أنا استخدمها لها شهر دلوقت كان وزنك قد ايه كان وزني بتاع 79 ونزلت قد ايه في الشهر ده ونزلت في الشهر ده 7 كيلو 7 كيلو طيب احنا معانا دكتور أحمد عبد الله يقول لك دي نتيجة كويسة طبعا 79 كيلو يا مدمها ده كويس جدا لأنني أنا سعيد بيكي جدا طبعا أن أنت بدأت تتفكري بمجرد ما زلت في الوزن شوية فده كويس قوي وده اللي احنا بنتكلم فيه دايما لما بنبدأ بدري بنلحق نفسنا بدري يعني 79 كيلو تطورك قد ايه طولي 159 حلو يعني أنا بنتكلم ان احنا عايزينك تنزلي حوالي 20 كيلو ل24 كيلو انت نزلت في اسبوع 7 كيلو فبالتالي طبعا لوست في شهر أصلي معلش أو شهر 7 كيلو بالزبط فرو ربنا ان شاء الله استمرارك لمدة 3 شهور حتلاقي نفسك بتنزلي اللي انت عايزها اللي أنا عايز أقولولك انت قدرت تتحكيمي في شهيتك يعني ايه اللي أضفتولك الألياف يعني أنا الصبح لما بصحة الصبح يعني على الساعة 9 أو 10 كتير كده بأخذ لوحد الزبادي وبعدين بصبر الساعة كده بأخذ مثلا واحدة الخيار أو واحدة طفاحة بس ما بستعمل شي حيثاني عايزي بأكده أخذ البكتة دية بعدها ممكن بثلاث ساعة أو أربعة أتغذى طيب انت كميات الأكل الحمد لله قدرت تتحكيمي فيها كنت بتاكل كتير في بيتي تاكل قليل يعني كنت بتاكل كميات أكتر من كده لا لا بأكل جلال طبيعي أنا لا قبل ما تستخدمي الألياف كنت بتاكل كميات أكتر من كده في الوزن الأليل هي طبعا احنا فيه فرق كبير ما بين السمنة المفرطة والناس اللي عندها وزن زيادة هي طبعا مدمها الحمد لله أن هي قادرة تتحرك بدري ده ده اللي احنا عاوزين منشوره أيو ده شيء جميل إن هي 79 كيلو بزبط ومنشكرك طبعا أنت دايما دكتور رحمد بتشجع الناس إنه ما يلحقوا نفسهم بدري بدري طبعا 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 ما هو أنت يعني واحد جاي ينزل معشان ما نحبطش يعني أنت اللي زيادة 50 كيلو غير اللي زيادة 20 كيلو وين كان ما فيش إحباط ما فيش حد ما بينزيش ما فيش حاجة اسمها كده يعني اللي يقولك أنا بداي من كلمة الناس بيتدرجع ل لسانهم جدا أنا ما بخسش يقولك أنا الحرقة عندي ضعيف طب وإنت الحرقة عندك ضعيف كنت بيت 200 كيلو إنت بالحرقة مش عندك ضعيف إنت اللي ملغبط الحرقة بتعجبك بكمية الأكل كتير وعدم تنظيم وجباتك هنا إنت قادر تتحكم في شهيتك إحنا بسعداء بيك جدا ما إنتش قادر تتحكم في شهيتك وعايز مساعدة إحنا نقدر ناخد الألياف فتقدر تتحكم في شهيتك وتنزل في المزان بشكل سريع طيب بمئن أنا قلت في بداية الفقرة أني الفقرة دي مميزة عشان هنجاوب فيها على أسئلة ناس كتير في بقى أسئلة كتير جاية عن الألياف الطبعية في خالد بيقول أنا عندي سمنة ووصلة لـ 85 كيلو ده عامل لي مشكلة لأنه طوله 161 حاول أنه هو يعمل ريجيم كتير بس الدكتور منعه من الصلطة علشان بتتبق القولون عنده ومنعه من أكل تاني كتير عايز يعرف الألياف ممكن تفيده في حالته ولا لا طبعا أنا عايز أقول أن الألياف في حد ذاتها على أجل القولون على أجل القولون الناس اللي عندها مشاكل في القولون هي بتنظم حركة الهضم وبتنظم حركة الأمعاء نفسها فبتبقى على أجل القولون الحاجة التانية ما فيش حاجة اسمها تمنع من الصلطة هي فيه حاجة اسمها أنواع معينة هو يشوف مع دكتوره إيه الحاجة اللي بتسبب له أزمات في القولون إلى حد ما منفعش حاجة اسمها أن أنا أمنع الخضار على اللي الطبعا حيقدر يستخدمها وعنده زيادة 85 كيلو هو وزنه وصل لـ 85 كيلو إبدأ أعمل خطة النهاردة يا خالد إبدأ أعمل خطة من النهاردة 85 كيلو مع استخدام الألياف حتفاجأ إن شاء الله أنت ممكن 10 كيلو كل شهر إدي لنفسك 6-7 شهور حتفاجأ أنت الدنيا اختلفت معك تماما طبعا حيقدر ينزل وحيقدر يتحكم في شهيته والقولون بتاعه كمان حيتحسن لحد يدير طيب معنا مدام هيلة ألوم أنا من أسكندرية أنا أخذت الألياف لمدة شهر أهلا بيك يا مدام هيلة مدام من شهر ولا لمدة شهر شهر رمضان تمام شهر رمضان كله حسنتي قد إيه في الشهر ده؟ ثماني كان وزنك قد إيه طيب؟ إيه؟ لا يعني لم أزلت قبلها بس طبعا حسنتي أنني رمضان حسنتي أنت نزلت في الوزن يعني آه حلو طبيعة أكلك دلوقتي إيه؟ إيه؟ طبيعة أكلك إيه؟ يعني حسن كميات أكلك؟ يعني أنا عايزة أعرف الفرق من رمضان لفتر رمضان دلوقتي هل استخدام الألياف خلاكي ما تكليش كتير؟ أيوة خلاني ما كنتش كتير يعني كنتش باكم كتير كويس كنت بتحسي بحالة من الشبع؟ آه كنت بتحسي بحالة من الشبع في رمضان إنما دلوقتي أنا عايزت بحالة من شبع طبعا ما بحسس بحاجة يعني في رمضان كان السبع أكثر من دلوقتي حسن دلوقتي في الشبع أكتر من أيام رمضان يقانقت رمضان يقانق رمضان أكتر؟ خلو تختارى ثقيقت التوقيت مناسب إنك تش blackener فيها الألياف أنا عايز التوقيت المناسب أكترى التوقيت اللي هو إيه؟ اللي هو أنا مش مشكلة عندي إن أنا أخدها قبل الغداء أنا المشكلة عندي إن أنا أخدها في الوقت اللي بيجيلي فيها شراها على الأكل آه يعني الوقتي ما عندي تهيمة بالزبط لو أن تدريد الحكيمي في بطارك وفي غداكي وجيتي مثلا على الساعة ستة بعد ما بتخلصي كل شغلك وتستريحي بيبدأ أن أنت عايزة تاكلي أي حاجة أغلب الناس كده تقدري تاكليها الساعة ستة فأنت حاولي تاكليها مش شرط بعد من الغداء مش شرط أنت حاولي لأ ممكن أنت تكوني بتاكلي وجبة الغداء ولطيفة معاكي مش مأزماكي إمتى الوقت اللي أنت بتشعوري فيه بنهم وعايزة تاكلي وعايزة تروحي على التلاجة وعايزة تجيبها حلويات وعايزة تاكلي الحاجات دي كلها تقدري تاكليها في التوقيت ده حتعالج لك المشكلة دي بشكل كبير جدا إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا مدام هالة شكرا لك يعني برضو من الناس اللي متشكدها وحاسة فيه فرق طبعا رمضان بميزة كويسة رمضان طبعا رمضان نحن تعرف البيت المصري بيعتمد على الأكل بشكل كبير وإحنا أكلنا حالو فبالتالي قدرتها على التحكم في رمضان وهي كمان بدأت في رمضان فدي الحمد لله أنا أدري تحكم حاجة تشجع حاجة دكتور أحمد نتنورتنا النهاردة والناس كلها أكيد مبسوطة أسواء اللي كانوا معنا على التلفون أول اللي إحنا قلنا أسئلتهم لها حضرتك نورتنا وشرفتنا مشاهدينا كان منورنا دكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والسمنة وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وعضو الجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي وإعادة التأهيل نورتنا دكتور أحمد ربنا أخليك مشاهدينا إلى المراكم في فقرات مميزة من برنامجكم والطبيب أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة